ينضم إلينا الآن دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لمبادرة الوطنية الفلسطينية من رام الله تحياتي دكتور مصطفى بداية دعني أسمع منك تقييما لجولة الرئيس وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين ونتاج لقاءاته في عمان حتى الآن لم نرى نتائج إيجابية لأن العرب يتحدث بلغة أخرى الوزراء الخارجي العرب طالبوا بوقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل وبدون شروط وفوري وهو يتحدث عن هدى إنسانية حتى هاي لا يستطيع أن يقنع نتنياهو بها وبالتالي البون شاسع بين الطرفين وأنا لا أدري ما الذي جاء ليبحثه على الأغلب أنه حاول أن يبحث مع الوزراء العرب ترتيبات تحلم بها إسرائيل لإدارة قطاع غزة وأعتقد أنه لقي صدا من قبل الجميع ولكن المسألة الرئيسية الآن أن العالم يشهد انتفاضة شعبية كبرى في كل دول العالم بما في ذلك في واشنطن أنا لم أرى في حياتي مظاهرة بهذه الضخمة في واشنطن ربما منذ زمن مارتن لوتر كينغ وبالتالي الآن الضغط يدعو إلى وقف إطلاق النار وهذا ما يتطلب من إدارة بايدن أن تصغي لرأي شعبها على الأقل وتجبر إسرائيل على وقف العدوان أنا لا أعرف إن كان بايدن أصلا إن كان بلينكين قد مارس أيضا ضغطا على إسرائيل لأنه هو متماثل مع إسرائيل بشكل كامل ويكرر مواقفها لكن العرب أنا برأيي يجب إذا لم يحدث أي تقدم في اتجاه وقف إطلاق النار فالمطلوب من الدول العربية موقف مختلف بما في ذلك أن يعلنوا أنهم سيرسلوا قوافل بإدارتهم إلى معبر رفح ويتحدوا الجانب الإسرائيلي لا يجوز أن تبقى القرارات بيد إسرائيل وثانيا أن يخبروا لولايات المتحدة بأنه ما دام هناك لن تدخل نقطة نفط واحدة ووقود واحدة إلى قطاع غزة لن تحصل أيضا على أي نفط من العرب يعني لازم إجراءات ملموسة تشعر الولايات المتحدة أن مصالحها يمكن أن تتضرر أن استمر هذا العدوان الإجرامي يعني هل يعقل أن نجلس ونشاهد اغتيال وقتل أطفال وراء أطفال وراء أطفال أربع تلاف طفل حتى الآن بأي عرف هذا يمكن أن يخبر دكتور مصطفى هل ترى هناك مقويمات لتطور الموقف العربي بهذا الاتجاه أنا أرى أن بعض الدولية العربية لا أستطيع أن أقول أن جميعها مستعدة في التسير في هذا الاتجاه ولكن بعضها ومن الجهات المقررة تستطيع أن تسير في هذا الاتجاه وطبعا العمود الفقري للموقف هو من مصر والأردن المهددة تحديدا بالتهجير من قطاع غزة وبالتهجير من الضغفة الغربية وأسرائيل لم تدخل عن مشروعها إسرائيل الآن تريد أن تهجر كل سكان شمال وغزة ومدينة غزة إلى الجنوب وبعد ذلك تخلق ضغطا هائلا في الجنوب لإجبار الناس على الخروج إلى مصر وبدأ الصحفيون الأجانب المتواطئون مع إسرائيل يتحدثوا لماذا تمنع إسرائيل الناس من الهروب إلى مصر حماية لحياتهم إذن نحن نتحدث عن خطة خبيثة خطيرة تهدد الأمن القوم المصري وخطة خبيثة خطيرة تهدد الأمن القوم الأردني وبالتالي أنا برأي هاتان البلدان تستطيعان أن تقود الاتجاه وتحشد الرأي العام العربي في اتجاه تحدي إسرائيل والوقوف في وجهها ولو كانت تكلفة ذلك إلغاء الاتفاقيات معها ولو كانت التكلفة طرد أصلا يجب أن يطرد صفراءها لإسرائيل إذا كولومبيا والهندراس والشيلي وهندوراس تعمل ذلك فليش الأردن عملت هيك بس ليش باقي الدول العربية متعمل هيك دكتور مصطفى أيضا في إطار لقاءات اليوم ونحية رفض التهجير تحديدا حسين الشيخ أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير أيضا من ضمن المواقف التي صدرها رفض التهجير ويفترض أن أنتوني بلينكين سيذهب ويجد طريقه إلى رامالة غدا للقاء الرئيس الفلسطيني ملاحظاتك على أداء السلطة الفلسطينية في التعاطي مع هذا الحدث وما يجري حاليا الملاحظة ليست إيجابية يعني أنا برأي السلطة سلبية جدا ولا تقوم بواجبها وأنا آسف أن أقول هذا الكلام لأنه هذا وقت توحيد مواقفنا وليس الخلافات ولكن السلطة يجب أن تجابه بلينكين بتوحيد السقف الوطني لماذا لا يدعي الرئيس يدعو إلى اجتماع فوري لكل القيادات الفلسطينية ويعلن أمام بلينكين أننا موحدون وأنه لن تمر مؤامرة تفرق تسود مع حماس وضد حماس لا أن يقال له أننا شعب واحد موحد الآن الكل يعتدى عليه وليس فقط حركة حماس وبالتالي نحن موحدون هذا أحسن موقف يمكن أن يؤخذ وهذا الموقف يمكن أن يكون مؤثر وقوي دكتور أعتقد ملايين من الفلسطينيين يشاركونك نفس التساؤل لماذا لا يحصل هذا الأمر وأيضا هناك ما يضاف عليه أن جمل كحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني التي تخرج من السلطة الفلسطينية أيضا يتم تلقيها بتساؤل في أحسن الأحوال فما التفسير برأيك في التعاطي ما حدث بهذا الحجم بهذه الجحافة أولا حماس لم تقل أنها تمثل الشعب الفلسطيني كله ما تدعت هذا الكلام أصلا فمش ضروري تتحمل هذا الإشي والذي يمثل الفلسطينيين من ينتخبه الفلسطينيون معضلتنا في الساحل الفلسطينية أنه منعت الانتخابات منذ عام 2006 وأكبر طرفين كانوا ضد إجراء الانتخابات الديمقراطية في فلسطين إسرائيل والولايات المتحدة الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية والآن بتجرأوا إنهم يحكوا بتجرأوا يحكوا أنه بدون يحددوا من يدير غزة بأي حق نحن عصر الاستعمار انتهى وعصر الوصايات الاستعمارية انتهى بكفينا وصاية بريطانيا على فلسطين التي أدت إلى وعد بالفور وأدت إلى الجريمة الكبرى بإنشاء هذا الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين نحن الشعب الفلسطيني لا نسمح ولا نقبل لأي إن كان أن يتدخل في شؤوننا وأن يحدد من يدير ماذا لكن إحنا كفلسطينيين طريقنا للوحدة يجب أن تنر عبر ديمقراطية قبل أن نصل إلى تلك اللحظة الآن المطلوب توحيد كل القوى وتشكيل قيادة وطنية موحدة تضم الجميع وتجابه العالم بأننا صف موحد لا تشق صفوفنا ولا تلعب لعبة فرق تسود بيننا وأنا آسف لبعض الأصوات التي أسمعها خافتة طبعا لا تتجرى أن تكون عالية التي تظن أنه يعني خلي فليحدث لغزة ما يحدث لغزة هؤلاء لا يفهموا أنهم هم أنفسهم مستهدفون انظري إلى الضفة الغربية خلال الـ 48 ساعة الماضية في مدينة من تحت إشراف السلطة الفلسطينية لم تشتاحها القوات الإسرائيلية أليس كل اجتياح للقوات الإسرائيلية اللي رام الله رام الله مقر السلطة والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وطول كرم وقلقيل أليس كل اجتياح هو إهانة للسلطة الفلسطينية أليست إهانة أكبر أن تقول إسرائيل سأقططع نصف مواردكم من الضرائب وأحتجزها عندي لا الوضع لا أحد يعني أكلته يوم أكلت ثور الأبيض هذه الحكم التي يتعلمها الأطفال في المدارس ولذلك يجب أن يدرك الجميع أن الكل مستهدف ويجب أن يتخلوا عن أوهام الماضي ويجب أن يتخلوا أيضا عن فكرة أنه أنا بدي أدبر مصالح وماليش في الآخرين لا اليوم الكل مستهدف ومصالح الجميع مستهدفة ونحن بحاجة إلى وحدة فورية وبحاجة لأن نتصدى لهذا العدوان الإجرامي على غزة ولكي تسمع لولايات المتحدة صوت فلسطيني واضح يقول لها نحن لا نسمح بشق صفوفنا المطلوب وقف إطلاق نار فوري المطلوب وقف العدوان فورا وليس هدى إنسانية سخيفة تريد أن تستغلها بس من أجل الإفراج عن بعض الرهائن وبعد ذلك لطبط شوفي غزة إذن هذا المطلوب دكتور مصطفى أيضا سأسأل هل ترى أن هناك مقاومات لحصوله نعم هناك مقاومات على السعيد الشعبي وهذا مطلب شعبي الذي أقول أنا لا أدعي أن أتحدث بسم الجميع ولكن أنا أعتقد أنني أنطق فيما قلت برأي الشعب الفلسطيني ورأي الجمهور الواسع من الشعب الفلسطيني هذا إحساس الناس ويجب أن يستجاب له وفي نهاية المطاف البنيان السياسي الفلسطيني الداخلي متعثر لأنه انتخابات عام 2021 لم تتم لو تمت تلك الانتخابات ربما لم نكن لنكون في هذا الوضع الذي نحن فيه اليوم عندما يران العالم موحدون وأقوياء ولدينا بنيان ديمقراطي والشعب هو الذي يقرر من يقوده وهذه النقطة التي يجب أن نصل إليها عاجلا أم آجلا إذ لا يجوز أن لا يسمح للشعب الفلسطيني بأن يختار بحرية وديمقراطية من يقوده دكتور مصطفى كما تفضلت بأن يعني الحديث عن الهدن الإنسانية ومحاولات الطرح الأمريكي والتي لم تنجح أساسا حتى اللحظة بهدن إنسانية مؤقتة التسريبات تتحدث عن أن الوقت بات يضيق أمام الإدارة الأمريكية لاستمرار هذا الدعم المطلق لإسرائيل وقد دخلنا الآن اليوم الثلاثين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة هل أنت ترى هذه القراءة بأنه فعلا الوقت يضيق وأنه لا بد من إيقاف هذا العدوان بشكله الراهن والانتقال إلى مفاوضات بطريقة أو بأخرى لوقف إطلاق النار نعم أنا متأكد وأنا متفائل في الواقع متفائل من أن الأمور تقترب الآن من ضرورة إقرار وقف إطلاق النار إلا إذا أرادوا أن يروا الجبهة شمالية منفتحة على أوسع أبوابها في ساعة خلال أيام قليلة ليش أنا بقول هذا الكلام لسبب بسيط أن المقاومة باسلة والمقاومة علمتهم درس اليوم والشعب الفلسطيني صامت والله إيش يرفع الراس يعني بضحوا الناس بأبنائهم ويخرجوا ويقولوا لن نستسلم ولن نركع أنا طبعا أتألم لكل طفل يموت ولكل إنسان فلسطيني يستشهد ولكن الذي يجري يعني ملحمة بطولية عظيمة في قطاع غزة إسرائيل فاشلة مش قادرة تتقدم حتى بقواتها العسكرية رغم كل الجبروت العسكري اللي عندها إسرائيل فيها تمزق داخلي الآن 75% يطالبوا باستقالة نتنياهو إسرائيل عندها أزمة أخرى اسمها الأسرة لا تعرف ماذا تفعل وكل قصف تموت تقوم به تقتل أسرة جدد اليوم عدد الأسرة الذين قتلوا 60 زار وهذا يعرفه أهل الأسرة في أزمة كبيرة في إسرائيل وتفتت داخلي والآن انهيار اقتصادي 7.5 أو 8 مليار دولار صاروا خسرانين وعندهم تراجع في البورسة وتراجع في العملة وانهيار في السياحة وانهيار في الزراعة بالتالي هم أيضا عوامل ضعفهم كثيرة ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الولايات المتحدة ارتكبت ثلاث أخطاء كبرى خطأها الأول والأكبر والمسؤول عنه بلينكين شخصيا بالإضافة إلى بايدن أنهم واصلوا مماطلة ورفضوا أن يحركوا أي حراك لعملية سلمية أو لإخراج المنطقة من أزمتها طول الثلاث سنين الماضية كانوا يظلوا يقولوا الوقت غير مناسب لأنه نتنياهو بالدوش كل اللي عملته هذه الإدارة الأمريكية إنها مشتع سياسة ترامب تطبيع على حساب القضية الفلسطينية ولتصفية القضية الفلسطينية الخطأ الثاني الفاتح اللي عملوه تكرار أكاذيب نتنياهو السيد بايدن مع الاحترام الشديد لم يحترم نفسه ولم يحترم إدارته عندما كرر أكاذيب نتنياهو التي أبطل الإعلام الأمريكي صحتها يعني السي أنان اللي أبطلتها ولوس أنجلس تايمز ونيويوك تايمز كيف بتكرر أنت رئيس دولة كبرى أكاذيب دون أن تفحص مدى صحتها وآخر الأكاذيب كانت أنه عدد الشهداء مش صحيح فواجهت وزارة الصحة لطمطهم بنشر أسماء الشهداء وأرقام هوياتهم هاي الخطأ الثاني اللي ارتكب الخطأ الثالث مشاركة إسرائيل في الجريمة إرسال ألفين جندي للمشاركة وإرسال جنرالات لتقديم الاستشارات بأي حق شو بيننا إحنا وبين أمريكا إحنا عتدينا على أمريكا كفلسطينيين إحنا بأي حق أمريكا تدخل مع إسرائيل في ثلاث جرائم حرب ترتكب العقوبات الجماعية والتطهير العرقي وعملية الإبادة الجماعية بأي حق وكيف يمكن أصلا لأي كان أن يستوعب هذه الإزدواجية في المعايير في أوكرانيا بتروح وتعطوهم 224 مليار دولار أسلحة ومصاري من شان يحربوا احتلال كما تقولون وهون بتدعموا الاحتلال بالتالي المصداقية الأمريكية الآن على المحك أنا برأيي الآن وصلوا لدرجة حساسة جدا ولذلك أنا متفائل نعم أن العدوان يمكن أن يوقف إن شاء الله وبأسرع وقت ممكن وبالنسبة لنا كل دقيقة تعني لأنه كل أربع دقائق كل أربع دقائق يموت فلسطيني هناك شهيد نعم شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية كنت معنا مرام الله ترجمة نانسي قنقر